السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ريوش تيفي اليوم بدي أحكي معكم عن العام الصيني الجديد يوم العاشر من فبراير من هيدا السنة يعني البصادف يوم مبارح دخلنا بعام التنين بهيدا العام يتوقع فرص ونجاح بحسب الأبراج الصينية هيدا الفيديو رح خصصه مش للأبراج الغربية لنحكي بالتحديد عن هيدا العام وتوقعاته بحسب الأبراج الصينية لكل محبي هيدا النوع من الأبراج تابعوا معي الفيديو للنهاية لأنه رح يحتوي على كتير من التفاصيل والمفاجأة إذن مثل ما حكيت لكم السنة الصينية الجديدة بلشت بعشرة فبراير شباط من عام 2024 وهيدا بتمثل بداية عام التنين الخشبة وهيدا التنين بيرمز وفق الأبراج الصينية عم نحكي طبعا للقوة والحظ والنجاح والفرص السعيدة رح يكون عام ديناميكي للغاية ولا يمكن التنبؤ فيه ورح يأثر كمان على باقي الأبراج الثانية بشكل مختلف خبراء الأبراج الصينية بيتوقعوا أنه هيدا السنة تجذب تطورات وأحداث ومفاجأات غير متوقعة من حيث الزواج وفرص العمل وكذلك الثروي رح نتعرف بالتفصيل أكتر على هيدا الموضوع بس بدي أطلب منكم تضغطوه على زر اللايك وإذا عندكم أي تعليق أو طلب أو استفسار تركولي إياه بخانة التعليقات واللي لسه ما اشترك بالقناة لازم يشترك ويفعل الجرس لتوصلوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها بالقناة دائرة الأبراج الصينية مثل ما الكل بيعرف بهيدا الميدان هي دورة مدة 12 سنة وبيرتبط كل عام ببرج معين الأبراج الصينية 12 وهي حكينا عنها بفيديوهات سابقة لكن رح أذكركم على السريع فيها تشمل الفقر والثور والنمر والأرنب والتنين والأفعة والحصان والعنزة والقرد والديك والكلب والخنزير بيتوافق كل عام أيضا مع أحد العناصر الأساسية الخمسة وهي المعدن والخشب والمي والنار والأرض عام التنين هيدا السنة 2024 بيرتبط بعنصر الخشب لذلك سمي هيدا العام بعام التنين الخشبة بالنسبة لمولود برج التنين هيدا السنة سمته هو الخامس بدورة الأبراج الصينية اللي بتستمر طبعا 12 سنة يشتهر بتفكيره المبتكر وطبيعته الفضولية وبيزدهر بمساعي المهنية بيمتلك خصائص ومميزات معينة مرتبطة بالتنين بميل ليكون عنده طموح عالي هو واثق من حاله وجذاب وبيمتلك طاقة كبيرة وحماس وبيظهر أيضا ذكاء وقوة استثنائيين محظوظ وموهوب بطبيعته وكتير أوقات بينجز مساعي بمعايير استثنائية من التميز مع كل هيدا الصفات ممكن أيضا يكون عنده صفات سلبية لأنه ما حدا مثالي 100% الكمال لله طبعا مولود التنين الصيني رح يكون عنده غطرصة وتعصب وحب للهيمن والسيطرة وهيدا الشي رح يخليه عنيد ما بيقبل أبدا الهزيمة هلأ شو بيعني انه هيدا السنة هي سنت التنين وشو هي تأثيرها على بقية الأبراج الفلكية الصينية هل رح تكون في فرص للنمو والنجاح بحياتك المهنية والشخصية تدائم من 10 فبراير 24 تعونا نكتشف هيدا الشي ونبرم عكل برجه من الأبراج ونحكي ونشوف عن تأثير عام التنين عليها رح نبلش سريعا حتى منطول بالفيديو ببرج الفقر هيدا البرج بينتمي لأله كل الأشخاص المولودين بالأعوام التالية مواليد هيدول السنوات كلهم بيحملوا هيدا البرج الصيني بطياتهم هيدا العام منه العام الأسوأ ولكن رح تكون عندكن تحديات كتير الخبر الحلو هو إنكن رح تلاقوا كمان كتير من الأشخاص اللي رح يساعدوكن ويكونوا حدكن بالعمل بتكون العلاقات مع الرؤساء والزملاء مستقرة بشكل عام ممكن مولود هيدا البرج يحصل أيضا على فرصة للتألق والحصول على بعض الإعجاب اللي بيستحقه ممكن كمان تظهر أمامه فرص لتوفير قدر كبير من المصاري والأموال هيدا العام ولها السبب قد يكون الوقت المناسب للتفكير بفتح مشروع تجاري جديد إذا كان هيدا أحد أهدافك ما تتسرع بالقيام بالكتير من الإشياء بنفس الوقت وبوقت مبكر جدا أما فيما يتعلق بالحب الرومانسية إذا كنت عم بتفتش عن حبيب أو حبيبة لازم إنه تتواصل مع الأصدقاء بشكل أكبر وتحاول تسافر لما كان بتحبه ننتقل من برج الفقر لبرج الثور وبينتمي لهيدا البرج كل الأشخاص اللي ولدوا بالأعوام التالية بالنسبة لهو التأثير برج التنيني عليهم هيدا السنة رح يكون إنه رح يشتغلوا كتير ولكن لازم ما يخافوا من التغييرات اللي رح تجي بحياتهم هيدا العام رح يساعدك يا صديقي مولود الثور على الخروج من منطقة الراحة الخاصة فيك لأنه رح تنمو بسرعة كبيرة كمان هيدا عام لتاخد حذرك بشأن الاستثمارات الخاصة فيك وتوظيف أموالك البزنس تبعك يعني وتحاول إنه تبقى متواضع يمكن تكون إنت عازب أو داخل بعلاقة بكل الأحوال بهيد السنة لازم تحط باعتبارك إنه تتواصل مع الآخرين لأنه رح تواجه مشاكل كتير بسبب سوء فهم الآخرين لإلك حاول تفهمهم أكتر وجهة نظرك تتواصل معهم وتزرع بقلوبهم المحبة حتى المشاكل بينك وبين هيدول الأحباب ما تكبر بدي انتقل من برج الثور الصيني لبرج النمر وسنوات ميلاد برج النمر بتشمل 1926-1938-1950-1962-1974-1986-1998-2010 كده الأشخاص الولدوا بهيد السنين هن من برج النمر بالنسبة لهالبرج عام التنين بيعني إنه رح تتمتع بفرصة التميز ولكنك ممكن تجذب الغيرة بنفس الوقت كتير الأشخاص لحواليك بعض منهم طبعا مشكلهم رح يغاروا منك بالنسبة للأموال لازم تنتبهوا ما تصرف كتير من المصاري لأنك ممكن تعاني من مشكلة الهدر والتبذير إذا لم تتخذ احتياطاتك في خبرية كتير منيحة لمولود النمر هيد السنة إنه من المرجح يلاقي الحب بالنصف الثاني من العام بنتقل على برج الأرنب والأشخاص اللي بينتموا لها البرج هن اللي خلقوا بسنة 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 هؤلاء الأشخاص اللي خلقوا بها سنين وبينتموا لبرج الأرنب رح يتغير حظ ببطء بالبداية ولكن التغير الملحوظ رح يجي بالنصف الثاني من عام التنين الخشبي رح تكون سنة جيدة لتحسين الذات وتعلم بعض المهارات الجديدة واللي ممكن تكون مفيدة لحياتك المهنية بالمستقبل لازم تعمل بجد لتحصل على المكافآت أما بالنسبة للأشخاص المرتبطين عاطفيا فقد يكون هيدا العام هو المثالي للتفكير بالزواج وبإنجاب الأطفال إن كان هيدا شي جزء من خطة حياتهم والى برج التنين الأشخاص اللي بينتموا لهيدا البرج لازم يكونوا خلقوا بالأعوام التالية 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2012 لسوق الحظ يمكن تصير كتير من الاضطرابات والتغييرات بهيد السنة رح تواجه المزيد من الحفظ السيء والمزيد من القيود بالعمل والعلاقات وما إلى ذلك بشكل عام رح تكون سنة التنين يا صديق التنين سنة جيدة ولكن لازم تحاول فيها أنه تضل بعيد عن الأنظار وتحافظ على تواضعك كل ما حاولت أنه تكون بارز كل ما كان التأثيرات عليك معاكسة وأصعب بالعمل ممكن تحس بمنافسة أكبر مما كنت عليه بالسنوات السابقة وممكن المال ما يجي بسهولة متل ما كان يصير معك من قبل برج الأفعة سنوات ميلاد الأفعة بتشمل 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 كل الأشخاص الولدوا بأحدى هيد السنوات رح يواجهوا العديد من التغييرات داخل العائلة هيد السنة بس الحظ رح يكون لصالحهم بمرحلة من المراحل كرمال هيك ما تقلقوا ما تخافوا رح يستمتعوا بشكل عام بعليقات جيدة هيد السنة ومن المحتمل أنه يحصلوا على بعض المعجبين ويلتقوا ببعض الأصدقاء الجدد لمناح لما يواجهوا الصعوبات مواليد الأفعة لازم يتذكروا عطول أنه التحديات ممكن تؤدي إلى النمو وإلى الحكمة رح تتاح قدامكم كثير من الفرص فما تضيعوا الإمكانات المتاحة وسوف يترجم العمل الجاد كمان للمزيد من الدخل هيد السنة يعني فيه أموال كثيرة بإذن الله رح تجي إلى عندكم من الأفعة إلى برج الحصان اللي بينتملها البرج إن المولودين بسنوات 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 هيدا العام رح تتقلق مما يعني أنه من المرجح يكون عندك فرص أكبر للإنطلاق سواء كنت بتشتغل أو بتدرس لازم تسافر قد ما فيك السفر رح يجيب لك الحظ والفرص إذا كنت بتحس حالك وحيد شوي فالسفر كمان رح يخليك تتعرف على أشخاص قلبك يدق ناحيتهم بنتقل معكم هالسريح حتى مطول بالفيديو أكتر لبرج العنزة وبينتملها البرج الأشخاص اللي بولدوا سنة 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 ممكن يكون عام التنين الخشبه هو العام اللي بتحقق فيه تقدم يا عزيزي العنزة أو ترقيه بالعمل وممكن هيدا الشيء يؤدي لحصول على الأموال أو على الشهرة إذا كنت عم بتفتش عن الحب فممكن تلاقي شخص متوافق جدا من بين أصحابك وتكتشف إنك بتحبه وإنه بحبك هيدا السنة رح تلاقي السعادة بالعلاقات الممتعة ع كل الأحوال مع الزملاء والأصدقاء وإلى برج القرد سنوات ميلاد برج القرد تشمل 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 موليد الخلقه بإحدى هيدا السنوات رح يكون عام التنين الخشبه بالنسبة لإلن مستقر وما رح يحسوا إنه في شي ناقصهم أو إنهم بحاجة للحصول على فرصة للتألق رح يحتضن اللي عنده يعلن اكتفاءه وقناعته ولكن القرد بحس إنه الإشياء الأفضل رح تجيه بوقت لاحق خلال هيدا السنة ورح يلاقي إنه من السهل كسب المال وإنفاقه أما بالنسبة لمولود القرد اللي بيبحث عن الحب فعام التنين بيعتبر جيد جداً لتكون جدة من أجل الدخول بعلاقة أو إنه تلاقي حبيب العمر من برج القرد لبرج الديك سنوات ميلاد الديك بتشمل 1933 1945 1957 1969 1981 1993 علم الأبراج الصينية بيقول لموليد الديك إنهم رح يستمتعوا بعلاقة متناغمة هيدا السنة اللي بتعتبر سنة محظوظة من حيث مقابلة أصدقاء جدد وإيجاد شريك حياة مناسب بشكل عام مولود الديك رح يستمتع بسنة ممتعة ومستقرة من الأفضل المحافظة على الوضع الحالي بالنصف الأول من العام يعني إذا كنت حابب تغير وظيفتك الأفضل ما تغيرها للنصف الثاني لأنه من الجيد الانتظار للعثور على فرص جيدة بهيديك الفترة رح تكون سنة جيدة كمان لجمع بعض المال من برج الديك لبرج الكلب سنوات ميلاد الكلب بتشمل 1934 1946 1958 1970 1994 2006 2018 ممكن تشعر بالتعب جسديا وعقليا لأنك رح تمر بالكتير من التغييرات من الأفضل أنه تتحرك بدل ما تبقى مطرحك تحاول تغير وظيفتك أو تغير بيتك أو حتى تسافر هذه الخطوات رح تساعدك بتخفيف التأثير السلبي اللي رح تعاني منه من الأفضل تبقى بعيد عن الأنظار ومراقبة الأشياء عن بعد قبل اتخاذ أي قرارات كبيرة ممكن تواجه بعض المشاكل بعلاقاتك هذا العام لكن ما رح تكون سيئة بالكامل من برج الكلب لبرج الخنزير هو البرج الأخير على القائمة سنوات ميلاد الخنزير 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 مولود الخنزير بسنة التنين الخشبة رح يضطر للعمل بجهد أكبر شوي وساعات أطول من المعتاد ولما تصير عندك تحديات أكبر فحكمتك ونموك رح يجو بشكل أسرع ويكونوا هن الفعالين باتخاذ قراراتك لكن العمل الجاد يعني كمان المزيد من المدخول رح تتعب أكتر بس رح تحصل على أموال أكتر هيد السنة وبالوقت نفسه نلمرجح أنه تكون العلاقات الشخصية أكثر استقرارا كانت هذه جولتنا مع عام التنين الخشبي اللي بوافق العاشر من فبراير 2024 ومدى تأثيره وحظوظه على باقي الأبراج الفلكية الصينية بتمنى الفيديو يكون ممتع بالنسبة لكم ما تنسوا تدعموني بالضغط على أزرار الشكر والشير واللايك والاشتراك ومنلتقي سواب فيديو جديد اكتبولي أفكاركن واقتراحاتكن وأرأكن بالتعليقات إلى اللقاء اشتركوا في القناة